مشاهدينا ما زالت تغتياتنا مستمرة ليوم الثالث والأخير لانتخابات الرئاسة 2024 ونتحول الآن إلى موجز للأنباء مع أزميلا دينا الشرف شكرا لك صحر السادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جرنيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تواصل مراكز الاقتراع استقبال الناخبين في ثالث أيام انتخابات الرئاسة 2024 وشهدت اللجان الانتخابية توافد أعداد كبيرة من الناخبين منذ فتح مراكز الاقتراع في التاسعة صباحا وتجرى الانتخابات الرئاسية وفقا للجدول الزمني المقرر حيث يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا وحددت الهيئة الوطنية الانتخابات يوم الثالث عشر من ديسمبر لانتهاء عمليات الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة أكد مدير الجهد التنفيذي لهيئة الوطنية الانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية للهيئة المستشار أحمد بن داري انتظام سير عملية التصويت في كافة مراكز الاقتراع على مستوى الجمهورية في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية وخلال مؤتمر صحفي أعلى المستشار أحمد بن داري أن الهيئة لم تصدر قرارات حتى الآن بمد التصويت في الانتخابات الرئاسية اليوم رابع مشيرا إلى أن هناك كثافات غير متوقعة وهذا يدل على وعي المواطن المصري بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية أشادت الهيئة العامة الاستعلامات بالأداء المهنية الذي يقوم بها مراسل وسائل الإعلام العالمية في تغطية الانتخابات الرئاسية وقال رئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان إن غرفة العمليات المركزية بالهيئة تتابع على مدار الساعة قيام المراسلين بعملهم الصحفي وتوفير التسهيلات لهؤلاء المراسلين الذين بلغ عددهم 528 مراسلا يمثلون 110 مؤسسات إعلامية بين الصحف ومجلات ومكالات أنباء ومواقع إغبارية وقنوات تلفزيونية وينتمون إلى 33 دولة من مختلف قرات العالم وأضاف رشوان أن عمليات الرصد التي تقوم بها غرفة العمليات المركزية بالهيئة لم تتلقى أي شكاوة حتى ظهر اليوم بشأن أي تعقابات تواجه هؤلاء المراسلين في أداء عملهم استقبل وزير الخارجية سامح شكر رئيسة البعثة المشتركة للتحاد الإفريقي والكوميسا لمتابعة الانتخابات الرئاسية حيث أعرب وزير الخارجية عن ترحيب مصر بقيام الاتحاد الإفريقي والكوميسا بإرسال بعثة مشتركة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وهو الأمر الذي يؤكد على عمق العلاقات بين مصر والمنظمتين الإقليميتين والذي عكسه الحرص على إفادي تلك البعثة المشتركة لمتابعة هذا الاستحقاق الدستوري الهام هذا وقامت البعثة المشتركة المشكلة من 69 متابعا بزيارة عدد من مقار اللجان الانتخابية بهدة محافظات أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التعاون مع دول حوضني ليمثل أحد أهم ثوابة العمل المصري الإفريقي المشترك خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات بما يسهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة التي تعود بالنفع على القارة الإفريقية جاء ذلك خلال اجتمع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس المخابرات العامة ووزير الموارد المائية والرأي حيث تابع الرئيس السيسي مستجدات أنشطة التعاون في مجال الري والموارد المائية مع دول حوض النيل خاصة ما يتعلق بخزانات حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية فضلا عن مشروعات تطهير المجال المائية والحماية من أخطار الفيضانات وكذا إنشاء المراسل النهرية أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالدور الفعال الذي تقوم به وزارة الهجرة كقناة اتصال وطنية مع أبناء مصر في الخارج للاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم والتفاعل معها جاء ذلك خلال اللقاء مدبولي مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سوها جندي لمتابعة عدد من ملفات العمل وأيضا خلال الاجتماع استعراضت توزيرة الدولة للهجرة أبرز نتائج الجولة الناجحة التي قامت بها على مستوى عدد من دول العربية والأوروبية والتي كان لها نتائج في هذا الحضور اللافت خلال إجراء الانتخابات الرئاسية في الخارج كما طرحت الوزيرة خلال الاجتماع مقترح آلية مركزية لتدريب الكوادر المختلفة وتأهيلها للعمل في الخارج تحت مسمى المركز الإقليمي للهجرة وفي هذا الإطار وجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع بحضور الوزارات المعنية لملاقشة هذا المقترح الذي يسهم في تصدير العمالة المصرية عبر ألية واضحة عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة عدد من ملفة عمل الوزارة وشهد الاجتماع استعراض موقف التنصيق والقبول بمؤسسات التعليم العالي للعام الجامعي 2023-2024 حيث إن إجمالي عدد الطلاب المقبولين للالتحاق بتلك المؤسسات ووصل إلى 979485 طالباً وطالبة من خريج الثانوية العامة والشهادات المعادلة والشهادات الفنية كما وصل عدد المؤسسات التعليمية المتاحة إلى 323 ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية والتكنولوجية وكذلك معاهد عليا ومتوسطة ومعاهد فنية حكومية ومعاهد صحية والجامعة العمالية جددت منظمة الصحة العالمية دعوتها لحماية الرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية في غزة بعد تأخيرات في نقاط التفتيش العسكرية واحتجاز شركاء الصحة أثناء بعثة لنقل مرضى الحالات الحرجة والتسليم إمدادات صحية إلى أحد المستشفيات في شمال غزة وكشفت منظمة الصحة العالمية أن فريقا تابعا لها نفذ بعثة محفوفة بالمخاطر العالية إلى مستشفى الأهلي في مدينة غزة لتسليم إمدادات طبية وتقييم الوضع في المستشفى ونقل المرضى المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى في الجنوب كما أشرت المنظمة إلى أن بعثت المساعدات الطبية التكفي لعلاج 1500 مريض إلى المستشفى ونقلت 19 مريضا في حالة حرجة مع 14 مرافقا إلى مجمع ناصر الطبي في جنوب غزة حيث يمكنهم طلقي مستوى أعلى من الرعاية يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة حيث تدفع الاشتباكات المدنيين إلى نزوح مستمر ووفقا لأحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة في قطاع غزة فقد أدى القصف الإسرائيلي إلى استشهاد 18 ألفا و412 شخصا فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن حصيلة القتل من جنوده ارتفعت إلى 104 فيما أصيب 582 شخصا ختم مجز السادسة وعودة مرة أخرى إلى الزميلة صحر ناجي شكرا لك دينا شرف على مجز الأنبال